كل حد بيحس أن فلان سبب أزيته ما يقدرش يحس أبداً 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 أنه سعيد وإزاك حضرة النبي السيدة عائشة شوف كده أنا برضو لمحت أن السيدة عائشة اللي قالت كده قالت ما ضرب رسول الله شيئاً قط وما ضرب امرأة قط يعني إيه اللي حاصل؟ ملمسنيش حضرة النبي حبيبي عمره ملمسني شوف إيه اللي حاصل؟ شوف مدى اللي امتلأها بالفخر والحنية إن هي كريمة عزيزة على حضرة النبي وعشان كده لو لقيت نفسك عتنفعل وتخرج عن شعورك حاول تغير مكانك وأنا بنصحك وحاولت روح تتوضى وتصلي وبنصحك في الوقت ده تقول الله على الأقل عشر مرات كده الله وكأنك بتخرج كل النار اللي فيك وتجلب لنفسك مدد الله ونور الله وبركة الله سبحانه وتعالى والطمأنينة بإن الله معاك فما تخافش وما تنفعلش لأن انت إيه اللي حاصل؟ ولا تستعمل العنف عشان تحمي نفسك أنت في حمال الله بس ما تجيش تقول لا الله فوشاء لا الله وانت بتحس بمدد الله لك أن انت ما تخافش وإياك أن انت تتناقش في وقت العصبية وإياك تستخدم الجنس كأسلوب من أساليب العقاب أنتوا عارفين أن فيه ناس كتيرة بتستخدم ده وللأسف بتأذي ناس كتيرة جدا 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 لأن هي بتحس أن هي بتتزل فما لاش الطريقة دي رقم ستة تجنب النقد السلبي تجنب السعاد يقول لك إذا فلان بيقطعني فلان بيكسرني تجنب النقد اللي بيوصل للإنسان أنه يحس أن انت بتعمل إيه؟ بتسمم له حياته وسعادت إحنا بنسميها مساملات كده إن أنا بعلمها إن أنا قلبي عليها وبنبهه إن أنا عايزة مصلحته هو مش هو أخد باله فأنا بنبهه كل النقد السلبي ده بتحس الشخص القدامه اللي هو غير كفء وغير أهل النواة يبقى زوج وبتبقى حاجة بتحسسه إنه حد بيتمسخر عليه حد بيهينه حد بي أنا آسف ساعات يقولوا التعبيرات اللي فيها كده إنه يتحول إلى قطعة بيتنظف بيها بيتمسح بيه الأرض ساعات بيوصل الناس بتحسسهم بالنقد إلى هذا المستوى بلاش تحسسه الناس كده فمسألت الانتقاد دايما إيه اللي بيحصل تخلي الإنسان ممكن يحس بقى بدور الضحية ويحس إن النصيحة مجردة لإنه بقت مليانة انتقاد وشك وولوم وتجريح فيحس إنه أنت بدل ما أنت تتجرح بتعوره هو وبتجرحه هو فبلاش لازم نتجنب النقد السلبي لكن شوف كده واحد بيقوله واحد يا الحتة دي بقى أنت أشتر واحد فيها لو تعاملت بالطريقة الفلانية دي يا سلام هو ما قالوش إن أنت ما بتعملهاش قال له الحاجة دي أنت شاطر فيها ولو عملتها بالطريقة ولو تعاملت بالطريقة الفلانية مش لو عملتها يا سلام أو ده نقد ده نقد اللي أنا قلته ده نقد بس اتعامل بطريقة إيه وأقوله للناس حسن سابع حاجة لازم نستخدم التشجية على طلب المساعدة أو تقدمها بعض الأزواج لما بيجوا يحكوا لنا مشاكلهم اللي حصلت ليهم وهو ما طلبش مني أعمل الحاجة دي أو هي قالت له كنت خدت بالي وعملت اللي هو عاوزه فبعض الأحيان بيكون الحل هو أنك أنت تكون واضح في طلب المساعدة وما تطلبش المساعدة بطريقة ملتوية أنت مش بتطلب من المساعدة من واحد في الشارع فتطلب منه المساعدة بطريقة ملتوية يحس أنه هو مش فاهم ممكن بيكونش فاهم كان لازم يعرف وما تقولهش كان لازم يعرف لوحده أنت كده بتختبر شريك حياتك مش بتطلب منه المساعدة وعايز تثبت وجهة نظر سلبية عنه لازم أقولك الحقيقة ولو شريك حياتك طلب منك المساعدة وانت دلوقتي مش قادر اوعى تقول له لا وتسكت لازم تتفق معه على تقديم على معات تانية هتقدمه المساعدة فيه ويكون بشكل واضح ويكون بشكل مفهوش اي مواربة وتأكد له على انك انت بتدعمه مش بترفضه رقم تمانية بقى ان انت يبقى عندك تغاضي وتتغاضى كده وتتجاوز بدون ما تحسس الناس ان انت بتتغاضى هي عادة الكلمة شفت انت قلت الكلمة ازاي وانا ما وقفتش عندها ما انت وقفت عندها خلاص